صباح الخير ازايكم عاملين ايه? النهاردة انا جبتلكوا تسريحات قوية شوية تنفع لمناسبات خاصة يعني لو عندك حفلة خطوبتك او حفلة جوازك ممكن اي حد يساعدك في التسريحة دي لانها سهلة وفي النهاية بتدينا الشكل الجميل اللي يغنيك عن انك تروحي للكوفير كل الموضوع هو يعني الافكار مستوحية من الربيع والورود هنحط ورود كده في الاخر اه هنستعمل اسبرين النهاردة ما كناش بنستعمله قبل كده بس قبل ما نبدأ اه انا جميلة ودي كوناتي لو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو مع اصحابكم متنسوش اللايك واللايك مهم جدا عشان القناة تنتشر كده هنعمل الدفيرة العادية خالص من الجناب عملناها قبل كده كتير بناخد تلات خصل ومع كل مرة بندخل خصلة من من الشعر من تحت بس المرة دي كل اللي عملوا اه ان هو رفع شد الشعر يعني عشان يدينا اه على شكل ورود يعني عملها من الجنبين وبعد كده برضو لما اللي ضفرتين وبدأ يدخل اه باقي الخصل اه من اه من الشعر من تحت ودتنا التسريحة الجميلة دي في النهاية هيحط لها الورود بقى وزي ما احنا شايفين دي تنفع خطوبة كمل نفس الموضوع زي ما احنا شايفين هو بياخد خصلات من من يعني من تلت الشعر كده بيلفوهم على بعض على شكل دفيرة بس دفيرة اللي هي بخصلتين بس وبيشبكهم وبياخد من الناحية التانية الدفيرة اللي هو عملها اه زي ما احنا شفنا طريقة الدفيرة دي كتير قوي يعني انتي لو عايزة طريقة الدفيرة اللي هو عملها دي احنا بس عشان بنختصر هتلاقيها في الفيديوهات اللي قبل كده عملناها كتير وفي النهاية شوفوا لما ادفر دفرهم مع بعض الاتنين في النهاية ادوا الشكل الجميل اوي ده وياريت لو تقولي لي بتتبعيني منين يساعدني جدا لو انتم متابعيني هتعرفوا ان الديفيرة الجاية دي عملناها قبل كده بس عملناها اه بطريقة كانت تنفع الصبح او بعض الدور المرة دي بقى عشان اه زي ما احنا شايفين بنفككها من بعض كده وبنلمها بالشكل ده ففي النهاية ادتنا الشكل اللي هو ينفع اه لمناسبة وهنا برضو اه احنا عملنا الدفيرة اللي اه بخوص او دخلنا لها خوصلات تانية بس دي الاول مرة اه الشكل ده بنعمله اه هتركزي بقى في الطريقة عشان تعرفي الخطوات بتيجي ازاي وزاي ما قلنا التوق ده بنستخدمه اه على طول في في الدفاير اللي زي دي هنا برضو التسريحة دي تنفع للبناتو زغنانين اه وبردو تنفع لبليل والتسريحة اللي معنا دي من اسهل التسريحات اللي ممكن تعمليها وفي النهاية بتدي شكل جميل وبتناسب الشعر اللي هو مش مش طويل قوي وزاي ما احنا شايفين التسريحة ممكن تنفع القبار والصغيرين التسريحة دي كمان من اجمل التسريحات اللي معظم البنات والستات بيحبوها اه هنعملها بقى مع بعض زي ما احنا شايفين كده رفع هو جزء كبير من الشعر قدام وبعد كده عمل ضفيرة حط اه اه توقا سميكة شوية عشان ينزل عليها الشعر نزل جزء من الشعر اه عملهم وبعد كده هيلف عليها الضفيرة اللي اتعملت ويبدأ ينزل باقي الشعر طبعا بعد ما بيصرحوا للعكس عشان يدي كسافة بعد كده هيموج الشعر بقى كله بالمكوى زي ما هنشوف مع بعض كده كده احنا النهاردة خلصنا كل الفيديوهات يارب بتكون عجبتكم لو في اي استفسار او اي حاجة انت عايزها اكتبالي في كومنتات وشوفكم على خير الفيديو جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة